تنفذ القوات الروسية دورا هاما على صعيد تفكيك الألغام والأبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في مناطق عدة من سوريا الفريق يوري ساتيفيتسكي ذكر أن الروبوتات الروسية للكشف عن الألغام والأبوات الناسفة وإبطالها تبدي أداء متميزا في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حلب وتدمر وأضاف أن الخبرة التي اكتسبناها في تدمر جعلتنا في حلب ندرك ضرورة استخدام الروبوتات والأجهزة في الكشف عن الألغام والأبوات الناسفة دون إقحام عسكريين في ذلك وتعريضهم للخطر مجمع الصناعات الحربية الروسية انخرط في النشاط المطلوب منه في هذا الاتجاه واستطاع تأمين المتطلبات من الأجهزة الروبوتية والمعدات اللازمة التي أظهرت تميزها في نزع الألغام من المناطق المغلقة التي يصعب الوصول إليها سيرجي ماتفكين خبير المركز الروسي لتفكيك الألغام أشهد في تعليق على نشاط الروبوتات في سوريا بثلاثة نماذج رئيسية منها هي سفيري، سكاربي، أوران ستة للاستشعار بالمتفجرات وإبطالها